صدر القرار الجمهوري رقم 149 لسنة 2024 بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية ودعوة الجمعية العامة للانعقاد يوم الأربعاء القادم الموافق الثامن من مايو 2024 حيث يشمل أعضاء الجمعية العامة للتحالف الوطني 36 كيانا ومؤسسة من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة الآتية صندوق تحيا مصر مكتبة الإسكندرية الأكاديمية الوطنية للتدريب الهيئة العامة للاستعلامات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة جامعة القاهرة المعهد القومي للأورام أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة الهيئة القبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية مؤسسة أهل مصر بنك الشفاء المصري بنك الطعام المصري جمعية الأرمان جمعية البقيات الصالحات جمعية رسالة للأعمال الخيرية جمعية رعاية مرد الكبد جمعية مسجد دكتور مصطفى محمود مؤسسة صناع الخير للتنمية مؤسسة أبو العنين للنشاط الاجتماعي والخيري مؤسسة جمال الجرح للتنمية المجتمعية مؤسسة الجود المؤسسة الصديقية مؤسسة العربي لتنمية المجتمع مؤسسة أبو هشيم الخير مؤسسة بهية مؤسسة حياة كريمة مؤسسة راعي مصر للتنمية مؤسسة صناع الحياة مصر مؤسسة كير مصر مؤسسة مجدي عقوب مؤسسة مرسال للأعمال الخيرية والتنموية مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع مؤسسة مصر الخيرة بيت الزكاة والصدقات ويرجى الإشارة إلى أن التحالف الوطني صدر بشأنه القانون رقم 171 لسنة 2023 لتنظيم أعماله باعتباره تحالفا غير هادف للربح وله الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإدارية ويهدف إلى تعميق مفهوم تطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية وقد أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار الجمهوري بإنشاء لجنة مؤقتة تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حيث قامت اللجنة بدعوة المؤسسات المعنية للانضمام للتحالف وقامت أيضا بإعداد مشروع لائحة نظام الأساسي ومشاريع اللوائح الداخلية المنظمة لعمل التحالف بالشكل الذي ينظمه القانون كما قامت اللجنة بإعداد مقترح استراتيجية عمل التحالف 2024-2030 لتكون مخرجات عمل اللجنة تحت بصر الجمعية العامة ومجلس الأمناء فورا عقادهم مع خالص التحيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ترجمة نانسي قنقر